لا يبدو ان الهدوء في اليمن والبحر الاحمر وخليج عدن سيكون قريبا على الرغم من كل المحاولات الامريكية والبريطانية لاحتواء الموقف دبلوماسيا بدفع الصين وسلطنة عمان للضغط على الحوثيين بهدف ايقاف ما تعتبره الولايات المتحدة زعزعة للملاحة الدولية فجرا اغارت طائرات اف ثمانية عشر سوبر هورنت الامريكية على مواقع في محافظة الحديدة الساحلية قال الجيش الامريكي انها دمرت عشر طائرات مسيرة كانت معادة للاطلاق يأتي ذلك بالتزام مع غارات امريكية بريطانية مشتركة استهدفت البيضاء وحجة وصعدة قالت القيادة الوسطى الامريكية انها تأتي ردا على السهداف الحوثيين بصاروخ باليستي وثلاث طائرات مسيرة سفنا في خليج عدن واوضحت ان العملية تمت من دون وقوع اصابات او اضرار شبكة سي ان ان الامريكية نقلت عن مسؤولين امريكيين النصاروخ كروز اطلقه الحوثيون اقترب من مدمرة امريكية قبل اسقاطه مشيرين الى ان المدمرة استخدمت نظام الاسلحة القريبة لاول مرة منذ بدء اعتراض صواريخ الحوثيين وفيما يبدو انه موسم هجرة القوات الغربية الى المياه الدافئة في البحر الاحمر وخليج عدن قال مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الاوروبي انه سيتم انشاء مهمة بحرية جديدة الاتحاد الاوروبي للمشاركة في حراسة السفن التجارية بالبحر الاحمر ومواجهة هجمات الحوثيين اضاف ان بعض الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي على استعداد للمشاركة ولا احد يعرقل ذلك حاليا معربا عن امله ان تجهز المهمة في السابع عشر من فبراير الجاري على ذات السياق اعلن صندوق النقد الدولي الاربعاء ان النقل البحري للحاويات عبر البحر الاحمر انخفض بنسبة ثلاثين في المئة تقريبا خلال عام واحد وذلك على خلفية تزايد الهجمات في البحر الاحمر وذكرت منصة بورت ووتش التابعة لصندوق النقد الدولي ان حجم الملاحة عبر قناة السويس التي تربط البحر الاحمر بالمتوسط انخفض بنسبة سبعة وثلاثين في المئة في الفترة من الاول وحتى السادس عشر من يناير الفين واربعة وعشرين مقارنة بنفس الفترة من العام السابق أمل أن شرعكس أمل أن شرعك against خلالaw سمع الشرع